دكتور حيث يمكن مكتبة الإسكندرية منذ قديم الأزل حقيقة وهي خلينا نقوم بالجامعة المعرفة في مخطوطات بيبقى دائما فيه دور كبير جدا لتوثيق حتى العصور المختلفة فكرة توثيق الأحداث أو المشهد الثقافي عامة في مصر إزاي مكتبة الإسكندرية قدرت أنها تطور من هذا الدور لأنها تكون كمان شاهدة على العصور الثقافية المختلفة اللي بتمر بيها مصر إحنا جزء من المهمة بتاعة مكتبة الإسكندرية أنها تبقى مفتوحة على التاريخ وتبقى مفتوحة على الماضي وتبقى مفتوحة على الحاضر وتبقى كمان مفتوحة على المستقبل فإحنا بنشتغل على كل المستويات دي فبنعمل إحنا فيما يتصل بالتوثيق التاريخ المصري يعني وجهد كبير جدا نفسنا نعرفه للناس لأنه من حوالي أسبوعين كده عملنا والطمر كده للمثقفين صغير واخدناهم القرية الذكية في مركز التراث الحضاري فهما كان أحد المطالب بتاعتهم أنه الناس تعرف المكان ده ما فيش حد بيعرفه بشكل بشكل وإحنا عندنا قدرات فنية في هذا المكان نستطيع أن نعمل مشاريع منها المشروع اللي أنا هتكلم عنه دلوقتي اللي إحنا بدأنا فيه بالفعل إن إحنا نشوف مصر في القاعدة العريضة للمجتمع المصري في الريف وفي المجتمعات الحضارية فيه كتير جدا من الأنشطة غير الموسقة يعني محدش يعرف عنها حاجة يعني ممكن تلاقي واحد في قرية بعيدة بيصنع مثلا نعمل الصناعات نادر جدا وإحنا ما نعرفوش ومش لديم يكون حرفة من الحرف اليدوية يعني مش مثلا يكون بيشتغل في الخوص أو بيشتغل في ممكن يكون بيعمل حاجة فإحنا بنحاول نوسق ده نعمل خريطة للصناعات اليدوية والصناعات التنموية أو يعني التدفقات بيسميه هنا كده التدفقات التنموية اللي موجودة في القرى واللي موجودة في المجتمعات الحضارية بحيث إن إحنا يبقى عندنا في مصر خريطة كده إنه لما بص على محافظة أسوان هابعارف إن فيها فيها كل قرية فيها آخر فيها مثلا واحد بيصنع صفن مثلا أو بيصنع قوارب صيد أو بيصنع شباك صيد أو بيصنع أو عنده مثلا ما صنع عمله لصناعة أنواع معينة من العلف للطيوء مثلا يعني فبنعمل ده وبنعمل مشروع تاني في الزهم البسح لسه يعني هنبدأ تنفيذه إن إحنا نعمل حاجة اسمها المتحف الإسنوجرافي المصري المتحف الإسنوجرافي ده بيبقى عبارة عن متحف بيعكس أو يعرض كل الثقافة المصرية يعني مثلا أنا هروح دبياط مثلا فأعرض له الزي الدمياطي أعرض له الصناعات هوية المحافظة الصناعات الدبياطية أعرض له الأكل الدمياطي أعرض له ويبقى ديجيتال يعني لو العادات والتقاليد يعني إزاي بيحتفلوا بالأفراح إزاي بيحتفلوا بالإزاي بيحزنوا إزاي بيفرحوا إزاي بيغنوا تبقى فيه شاشة موجودة كده ممكن الشخص بيدخل على الكمبيوتر يعرف فكرة عن المحافظة دي ويعرف إيه الثقافة بتاعتها وإيه وبعدين يبص كده حواليه فيلاقي الحاجات الثقافية المادية معروضة فنعمل كل المحافظات وإحنا عندنا يعني بنفكر في إنشاء مبنى جديد للمكتبة في ممطقة برج العرب يعني مقترح أن نسميها دار مكتبة الأسكندرية للابتكار والمعرفة والابتكار وحيبقى فيها يعني هذا من ضمن مكوناتها هذا المتحف الإسنوغرافي وطبعا ضمن أشياء أخرى يعني إحنا يعني هنعمل بس مين بيعمل يا فندم على جمع كل هذه المعلومات وتوثيقها يعني دعم يا فندم يعني مين اللي بيبقوا مشاركين في هذه المشروعات أو حتى فكرة التوثيق وتسجيل الثقافات المختلفة حتى الموجودة في مصر فأكيد فريق عمل كبير قوي لا ده إحنا ده المشروع ده لسه ما بدأناهوش المشروع اللي أنا بتكلم عليه ده يعني ممكن يكون عندنا حاجات منه موجودة بس إحنا بنعمله في المكتبة على فكرة المكتبة على فكرة فيها 2400 موظف يعني فيها قوة طاقة بشرية ضخمة جدا جدا وبعدين إحنا ممكن في بعض المشروعات بنستعين ببعض الناس من الجامعات من المراكز البحثية من اللي لو إحنا محتاجين بنقدر نستعين بناس من دول وبعدين يعني فيه تعاون بين جهات مختلفة فإحنا عندنا على فكرة الإمكانيات موجودة ومتوفرة وإحنا ممكن نعمله في خلال سنتين نكون خلصان يعني مفيش أي مشكلة إن شاء الله يفنم كل التوفيق في هذا المشروع المهم إن شاء الله يفهم